طيب لو حد عايز يدخل في هذه المبادرة دكتور الأوراق المطلوبة ويتقدم بها الفين أولا المبادرة خصاصة موقع إلكتروني باللغة الإنجليزية اسمه جو جرين مصر ولكن المواطن يستطيع أنه يكتب باللغة العربية الموقع الإلكتروني للمبادرة الرئيسية للإحلال يطلع له نفس الموقع وعبر بياناته الشخصية من الرقم القومي وبيانات الرخصة السيارة القديمة يستطيع المشاركة وتسجيل بياناته وتطلع له رسالة لحظية أن بياناتك صحيحة ويستكمل الإجراءات وبالتالي يدخل على الشركة السيارة زي ما قلنا اختار سيارته وثم البنك اللي هيقرضه القرد ومن خلال البنك بيطلب منه بعض المساندات زي إثبات الدخل زي إصالات مرافق لمكان الإقامة إذا كان عقد إيجار عقد سكن إيصال قهرابة إيصال تليفون أو غاز أو غيره هذه الإصابة ترفع على الموقع الإلكتروني أيضا وبيتم الاستعلام عنه عبر البنك المقرد سواء استعلام مصرفي أو استعلام ميداني في مقر العمل أو مقر السكن ومن سمي الحصول على الموافقات وبعد ذلك إنهاء باقي إجراءاته في استلام سيارته طيب معلش في نقطة إثبات الدخل إزاي لو هو مثلا سائق هنفترض أنه موظف حكومي بيجيب من جهته ما يفيد دخله لو أعمال حرة بيجيب ما يفيد دخله عبر محاسب قانوني معتمد وبيرفع هذا المستند على الموقع الإلكتروني والبنك بيبحث هذا الطلب ويدرسه ومنسام الحصولها للموافقة موسيقى